نتكلم بشكل تفصيلي مع حضرتك في البداية عن بناء أو تاريخ بناء معبد من عزرة اليهودي وقصة تحوله من كنيسة إلى معبد زي ما حضرتك ذكرت فعلاً إحنا المفروض أن نبين للأجيال القادمة ما هي الأثار الخاصة بمصرنا الحبيبة أثارنا المصرية القديمة، اليونانية، الرومانية، البيزنطية، الإبطية، الإسلامية، اليهودية منطقة مصر القديمة اللي بنقول عليها مجمع الأديان ودي من أهم المناطق اللي موجودة في مصر بتجمع ما بين الأديان التلاتة الإسلام والمسيحية واليهودية نيجي بقى لمعبد بن عزرة هو في الواقع كما ذكر فيه كثير من المراجع أن المعبد يعتبر من أقدم المعبد اليهودية في مصر بس كانت حكايته في البداية زي ما ذكر فيه كثير من الكتب والمصادر أنه كان كنيسة قبطية مسيحية فضلت موجودة حتى القرن الثالث الهجري التاسع الميلادي وبالتحديد في عام 882 882 دي في عهد أو في أيام الدولة الطلونية أيام الدولة المستقلة أحمد بن طلون اللي حصل أن دايماً كدولة إسلامية بيبقى فيه أهل الزمة اللي هم الأكباط واليهود فبيبقى فيه ضرائب مفروضة حصل أن الضرائب ازدادت في أيام أحمد بن طلون وصلت إلى 20 ألف دينار دينار يعني جنيه دهب بالمناسبة يعمل البتريارك الأنبا مخايل الثالث مقدرش يسدد المبلغ وبالتالي بدأوا يجمعوا برضو المبلغ لم يسد ده الكتب والمصادر بتقول هذا الكلام فهيجي مجموعة من اليهود هيسددوا أو يشتروا هذا المكان وعلى أمل أن في أي وقت يتم استرداد المبلغ وأعدته مرة أخرى كنيسة لكن طبعاً اليهود يعني عرف حضرتك والسادة المشاهدين ما فيش وفاء بالوعد استمر الحال وتم الدفع ولكن هذا المعبد تم الدفع المبلغ وتحول إلى معبد يعتبر من أقدم المعبد وعلشان كده هو واخد نفس الستايل نفس الطراز بتاع الكنيسة والمعروفة النظام باسم النظام البازيليكي اللي هي المساحة المستطيلة اللي بتنقسم من الداخل إلى سلاس أقسام أكبرها أوسطها وأوسطها أعلى في السقف اللي احنا بنقوله حتى في الكنيسة اللي هو يشبه قاع سفينة سيدنا نوح نعم اشتركوا في القناة